العمل العسكري لميليشيا الحوثي وحليفها المخلوع صالح في تعز يجعل المشهد العام أكثر تأزما في ظل الحديث عن تهديئة ترعاوها الأمم المتحدة لكن إصرار المخلوع والحوثيين على استمرار الحرب يعد تصعيدا من نوع آخر يهدف إلى تحدي المجتمع المحلي والدولي وعدم التسليم بأي تسوية سياسية التطورات العسكرية الأخيرة التي شهدتها تعز كانت كفيلة بكشف نوايا الميليشيا وموقفها الرافض لوقف الحرب والالتزام باتفاق تثبيت وقف إطلاق النار وفك الحصار عن المدينة حيث صد الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية هجمات عدة على مقر اللواء 35 مدرع ومواقع أخرى قرب السجن المركزي قرب المدينة أما في الجهة الشمالية من المدينة أفشل مقاتل والمقاومة الشعبية محاولة تسلل للميليشيا في حي عصيفر ومناطق أخرى وأجبرها على التراجع وكالعادة تلجأ الميليشيا إلى قصف الأحياء السكنية حيث طال القصف خلال الساعة الماضية أحياء الثعبات والزنج وقرن في جبل صبر والدفاع الجوي وشارع الثلاثين وتبقى مدينة تعز بعيدة عن أي وقف للحرب لإنهاء معاناة ساكنيها في ظل استمرار ما تمارسه ميليشا الحوثي وقوات المخلوع صالح بحق المدنيين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة